كان لنا اليوم لقاء مهم مع السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر الموضوع كان حول إكمال عملية إعادة العوائل النازحة لمنطقة العوجة السيد المحافظ تبنى بنفسه عملية إكمال الخدمات في هذه المنطقة كان جاد جدا بإيجاد الحلول وإيجاد التسهيلات اللازمة قام بتوجيه أمر بتشكيل لجنة لإعادة الخدمات برئاسة أنا المهندس أنس فلاح وعضوية اثنين من المهندسين وعضوية أعضاء اثنين من مديرية الحجد الشعبي في محافظة صلاح الدين العمل يسير وفق مبدأ التعاون المشترك تم تأمين كافة التسهيلات لإتمام العمل بصورة صحيحة قدمنا شرح كامل للسيد المحافظ حول الخطط الموضوعة بهذا الصدد كان لنا عمل في المرحلة الأولى السابقة أكملنا عدد من الحياة السكنية ولكن العمل مستمر إن شاء الله توجيه السيد المحافظ اليوم على ضرورة ديمومة العمل وضرورة الإكمال بالسرعة القصوى لإكمال إعادة العوائل النازحة إن شاء الله بالقريب العاجل متى يتم مباشرتكم بالعمل؟ العمل حسب أمر السيد المحافظ يتم المباشرة من هذه اللحظة ونصدر الأمر للكواد الخدمية بالمباشرة من هذه اللحظة التي أتحدث بها لحين إكمال العمل الخدمي بصورة كاملة إن شاء الله